السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم أحبالنا المشاهدين في برنامج غير الناس برنامج ده إن شاء الله بإذن الله يكون فيه النفع والفايدة لنا كلنا لو إحنا عايزين ليه مفوضة بغير الناس؟ خليني أشارك معاكم حاجة مهمة جدا جدا بيسموها في الغرب إحساس الحصان سينس أوف هورس لو جينا نفكر مع بعض ونشوف إزاي في سبق الخيل والخيل وهي بتتسابق مع بعضيها وعداد الوقت بيجري 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 في الآخر فيه فايز رقم واحد فقط لغير والفايز الأول بياخد جائزة أكتر من مليون دولار الفايز الثاني رقم اثنين بياخد بعض الألفات الفرق بين الأول والثاني هو مقدار خطام مازلز بس فرق منخير الحصان بين الأول والثاني وده اللي بيسموه سينس أوف هورس لو أنت عايز تكون الأول دايما لازم يكون عندك سينس أوف هورس أو إحساس الحصان إحساس بسبق الخيل أنك تكون رقم واحد الفارق بين رقم واحد ورقم اثنين بيكون بسيط جدا لكن دايما الناس بتكون فاكرة نمبر ون فاكرة رقم واحد ما بتفكرش رقم اثنين وده هياخدني الحقيقة معاكو لدراسة جميلة جدا 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 بخصوص الناس الدراسة دي قسمت الناس لنوعين من الناس 3% و97% تفتكروا حضراتكو 3% دول مين وال97% دول مين الـ 3% دول الناس اللي تمتلك 97% من ثروات العالم أيوة أيوة اللي أنت سمعته ده حقيقي 97% من ثروات العالم بيمتلكها 3% فقط طيب والـ 97% البقيين بيشتغلوا عند الـ 3% الأولانيين لو حراك حبيت تسأل نفسك سؤال لو أنت ما تعرفش الـ 3% دول بيعملوا إيه غالبا هتكون معاني فريق رفو عليك الـ 97% عشان كده اللي عايز يبقى غير الناس لازم يكون بيفكر بطريقة مختلفة في دراسة تانية خطيرة جدا والدراسة دي هتفاجأك مفاجأة كبيرة جدا 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 الدراسة دي بتقول أن 15% فقط من نجاحنا المالي بيعتمد على مؤهلنا الدراسي و 85% من نجاحنا المالي بيعتمد على المهارات اللي احنا بنكتسبها وبيسموها مهارات القوة مهارات القوة السؤال هنا اللي بيطرح نفسه احنا بنتعلم المهارات دي فين احنا بنصرف وقت ومجهود وفلوس عشان ناخد الشهادة الاكاديمية واكتشفنا في الدراسة دي ان الشهادة الاكاديمية دورها في نجاحنا المادي 15% عارف يعني ايه ناجحنا المادي؟ يعني انك تدخل مكان وما تحسش ولا تحسب الفاتورة بتاعتك بتساوي كامل يعني تشيل من بالك التزاماتك ومصاريفك وهتكمل الشهر ازاي؟ يعني بص في حسابك في البنك تلاقي فيه شوية أصفار كده يدخلوك الفرح والسعادة والسرور اه على فكرة المال مش أصل الشرور المال وسيلة عشان نتبسط بيها ونفرح بيها ولكن طريقة الحصول على المال ديها علاقة كبيرة جدا جدا بتوجهنا الذهني وتوجهنا الإيجابي وطريقة العمل بتاعتنا وكيفية التعاطي بتاعنا في الحياة سواء على الجانب العملي او على الجانب العائلة او الجانب الشخصي كل ده هو نفس البناء آدم اللي بيتحرك في الجانب العملي في شغله او في بيته هو هو معا نفس المخ ونفس الأدوات اللي بيفرق هنا حجم الأدوات اللي انت تمتلكها العالم مظلو بيقول ان لو كان في حقيبة أدواتك متراقة حضرتك هتشوف كل الناس اللي قدامك برافو مصامير ليه حضرتك جوابت الإجابة دي؟ عشان بمنطقية الأمور حسب عدد الأدوات ونوع الأدوات اللي موجودة في شنطة حقيبتك هي دي اللي انت هتشوف من خلالها العالم فلو انا مفيش في حقيبتي غير متراقة هشوف كل الناس اللي قدامي مصامير طب والسؤال هنا اللي عايزين يطرحه ويطرح نفسه هل فعلا كل الناس اللي قدامي مصامير؟ أبدا الناس فيهم مصامير فيهم إزاز فيهم خشب بدليل ان لو شنطة أدواتك دي دخل فيها أداة تانية فجأة منشار مثلا هتشوف العالم كله مقصوم لحاجتين مصامير وخشب طب الخشب ده ما كانش موجود قبل كده؟ نو كان موجود بس حالك ما شفتوش لأنك ما عندكش الأدوات اللي بتمتلكها اللي تعرف تتعامل بها مع نوعية الناس دي ومن هنا بيظهر عندنا مغلطة مع النفس إن الإنسان أو الشخص ممكن يكون لا يمتلك المهارات ولا الأدوات المناسبة للنجاح ومع ذلك يقيم نفسه بطريقة مختلفة إنه يمتلك هذه المهارات وده بيسموه self-pized أو التحيز في الإدراك الذاتي إنك تدي نفسك أكتر من اللي انت تستهله في المهارات المعينة طيب سؤال مهم جدا 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 بيطرح نفسه في الوقت الحالي إمتى الشخص بيكتشف إنه نقصه مهارة معينة؟ برافو لما بيحتاج المهارة دي وما بيلاقيهاش أو بمعنى أصح بيخسر بيحس بنوع من الألم والخسارة لما بيحتاج المهارة دي ويكتشف إنه هو نقصه المهارة دي فالسؤال اللي بيطرح نفسه برضو معنا في الحلقة دي إمتى هو الوقت المناسب إن نكتسب فيه مهارة جديدة؟ قبل محتاجها ولا بعد محتاجها؟ أكيد 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 قبل محتاجها لأن المهارة دي لو عندي قبل محتاجها أكيد مش هخصر أكيد مش هدفع الفطورة ألم وخسارة عشان كده الوقت المناسب لتعلم أي مهارة جديدة هو دلوقتي والبرنامج بتاعنا غير الناس هو ده البرنامج إن شاء الله اللي هيعلمنا كل المهارات والأدوات اللي يخلينا نلعب مع الفريق كسبان نلعب مع 85% من النجاح المالي نبقى قريبين من 3% اللي بيمتلكوا 97% من طروات العالم لازم المخ يتغير وبالتالي العاطفة تتغير وبالتالي السلوك يتغير لأن البناء آدم بيتحرك بسلوكه بعد ما بتحكمه أفكار والمخ بتاع الإنسان عشان نبقوا عارفين هو عامل زي جوجل بالزبط المخ بينجح كأداة بينجح بينجح لكن إنت اللي بتوجهه لو حالك بحثت في النجاح لعقلك يا إما هينجح في النجاح أو هينجح في الفشل فالشخص اللي بيوجه تفكيره في الاتجاه الإيجابي هيطلب من مخه يديله كل الصور الذهنية الإيجابية اللي تساعده على تحقيق الأمل بتاعه أو تساعده أنه حقق الهدف بتاعه ولو سأل مخه إيه الأسباب والمعطيات والدوافع اللي تخليني أقف وفرمي الطموحي وتحول إلى قوقعة وقفة تابتع ألوم بس فيها الآخرين هفضل واقف مكاني والمخ هيديني كل الصور اللي هتساعدني فالنجاح الحقيقي أنك تقدر تستخدم المخ بتاعك عشان يديلك الصورة الذهنية الإيجابية اللي تخليك تنجح وتتفوق وتوصل للهدف بتاعك الحاجة كمال اللي احنا محتاجين نعرفها ودي حاجة مهمة جدا 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 أن في المخ بتاع البناء آدم مفيش free parking no free parking يعني ايه؟ يعني مفيش فكرة هتدخل المخ وهتفضل زي ما هي أي فكرة هتستقطبها وتستكذبها لعقلك هتخش جوه المخ وهتكبر وهتتمدد وهتجيب إخواتها التانية فكون حريص أنك أنت في كل مرة بتكتدف فيها فكرة معينة أو دافع معين أن الدافع ده يكون في مصلحتك ويشدك لقدام ما يشدكش لورا خلينا أحكي لكم حدوطة صغيرة بتاعة كولينيل ساندرس كولينيل ساندرس ده اتولد عام 1890 كتير من الناس ما تعرفش الاسم لكن لما هبدأ أحكي لكم الحكاية هتتفاجئوا زي أنه كنتوا كلكم تعرفوه اتولد لأسرة فقيرة جدا 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 معدمة الثراء فقيرة معوش أي حاجة والده توفى في سن صغير جدا 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 ليه وهو خمس أو ست سنوات وبدأ يعول مع أمه أسرة كبيرة هو أخواته ويسعى في الحفاظ على الأسرة دي ويسرف عليها وهو لسه طفل صغير توقف الحكاية لغاية كده أبدا والدته تسيب البيت وتهجره هو وإخواته وتروح مكان آخر وتسيب له إخواته كلهم في رقابته يسرف عليهم وبعدين سكت لا ما سكتش بدأ يشتغل خد وظيفة مزارع عشان يسرف على الأسرة دي ولكن للأسف تردو منها بعد فترة بسيطة لما وصل سنة 19 سنة اتجوز وربنا رزقوا ببنت وبقى يعول أسرة وكون أسرة بسيطة ودرس القانون وتخرج من قليلة المحامة واشتغل محامي عشان يكسب عيشه ويكسب قوت يومه ولكن للأسف الشديد بعد فترة حصلت بشاجرة في المحكمة بدلك حظه وحش ظروفه جات كده تردو من المحكمة وفقد الوظيفة بتاعته دي بدأ يتنقل في وظائف كتيرة يصنع مصابيح بدأ يشتغل من دون مبيعات لفت ودارة بيت الدنيا زي يقولوا فرامته وتبهدل وفي الآخر من فشل لفشل الآن ما وصل سن 40 سنة ركز معايا 40 سنة في ناس لما بتوصل لسن 40 سنة تفتكر إن حياة خلصت ولكن عند سن 40 سنة هو قرر قرار إنه يفتح مطعم بتاعه والمطعم بتاعه ده كان على الطريق السريع لولاية كينتاكي أي وحدك سمعت مظبوط كينتاكي الراجل اللي بكلمك عنه ده هو صاحب أكبر فرانشايز في العالم في الفراغ المقلية كينتاكي وفتح المطعم بتاعه على الطريق السريع وبدأ المطعم بتاعه بدأت زهزح معاه وبدأت الحظ يلعب والظهر يجري وبدأ يكسب كويس جدا والمطعم بتاعه بدأ يجيله زبان كتير وناس كتيرة لدرجة النجال وعرض على المطعم ده حد يشتريه بمية وخمسين ألف دولار ولكن هو رفض عشان عنده حلم عايز يحقق لحد هنا كلنا ممكن يحصل معنا كل الكلام ده ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفد الراجل ده وبعد فترة حصل عندهم حاجة زي التنظيم كده غير المسار بتاع الطريق السريع وما بقاش المطعم بتاعه على الهايوي ولا بقى على الطريق السريع وبالتالي خسر كل الزباني اللي كانوا بييجوا وخسر خسارة شديدة جدا اضطر بعدها انه يبيع المطعم بتاعه بربع ثمنه متخيلين بعد ما جاله مية وخمسين ألف دولار اضطر يبيع المطعم بتاعه بربع الثمن بتاعه فقط لغير وبعد كده فضل من فشل لفشل 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 لغاية مواصل لغاية سن التقاعد يسكت هذا العجوز الموهوب استحالة جوا عزيمة جوا إصرار هتظهر بعد سن الستين الراجل ده بدأ يفكر لانه عمل خلطة سرية الخلطة سرية بتاعت خلطة الدجاج المقلية دي وكان عنده يقين كامل وإيمان ان الفكرة بتاعته دي وطعم الخلطة بتاعته ده هيفرق معاه وهيكون سبب في نجاحه وسبب في طراءه وبعد سن الستين اللي الناس كتيرة جدا بتوصل للسن ده وللأسف احنا بنسمع كتير جدا الناس بعد ما توصل للسن الستين أو سن المعاش تبدأ تظهر عليهم أمراض وتظهر عليهم يأس وتعب ليه؟ لأن المخ بتاع البناء آدم أكنه بيبعت رسالة للشخص ده اللي في سن المعاش يقوله انت خلاص ما لكش لازمة فأنت مش محتاج جسمك مش محتاج سحيتك وبالتالي الجسم بيستجيب للأفكار والكلام السلبي عشان كده طول ما الشخص بيدي لنفسه حافظ وسبب للعيشة وسبب للنجاح هيكون عنده الطاقة وعنده القدرة للعطاء والتحرك اللي خلق كولين الساندرس ده في سن الستين يبدأ يفكر يسوى الخلطة السرية بتاعته فيه رقم مهم جدا 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 بدأ يلف على المطاعم عشان حد يتبنى الخلطة السرية بتاعته دي ويشتريها منه ويبقى ويتعاقد معاه تفتكر بعد المحاولة الكام نجح انه يعمل اول اتفاق يبيع خمسة عشرة مية خمسمية تسعمية الف وتسعين محاولة متخيل الرقم معايا الف وتسعين محاولة عشان يبدأ ينجح يبيع لأول مطعم رجل في سن الستين الف وتسعين محاولة لغاية ما بدأ انه يبيع اول خلطة ليه سرية في قلي الدجاج وبعدين كبر مع الموضوع بقى دخل معاه مطعم واثنين بقوا خمس مطاعم عشرة مطاعم 200 مطعم وصلوا لغاية 600 مطعم وبدأ يأسس سلسلة مطاعم كنتاكي بتاعته يشتغل عليها ولما وصل ل600 مطعم بدأ يبيع الامتياز لحد من المليونيرات اللي موجودين خد منه الامتياز حصري واشترى منه تفع فيه مليون دولار وخد منه الامتياز وكمان عمل مرتب شهره 40 ألف دولار ووصل بعد كده 75 ألف دولار مدى الحياة بالإضافة إلى ما قعد دائم في مجلس الإدارة النهاردة أحفاده وأحفاد أحفاده عايشين في الخير والنعيم اللي شخص واحد تعب وجري عشانه بعد سن الستين في قصص كتير هي دي عقلية النجاح احنا لما بنقول قصة زي دي بنفكر مع بعض ازاي المقاومات اللي كانت موجودة عند الراجل ده وصلته للنتيجة دي بيسموا العقلية دي النسخة الزرقاء أو البلو برينت بمعنى لو سألت عليك سؤال لو عندي راجل مليونير وشحات في الشارع والاتنين جات عليهم لحظة وبدأوا هما الاتنين مفنسين من الصفر بعد سنة مين متوقع يبقى مليونير مرة تانية برافو عليك المليونير ليه لأنه عنده النهار عنده المقدرة عنده القدرة عنده العقلية بتاعة المليونير عارف ازاي ينجح عارف ازاي يوصل للطريقة عنده سر الخلطة وبالتالي لما يرجع تاني لنقطة الصفر ما عندهش مشكلة انه هو يوصل تاني لنقطة الغنى هو ده الثراء ما اصبحت عليه وليس ما حصلت عليه بمعنى ما اصبحت عليه هو المهارات والامكانيات والادوات اللي انت ضفتها لحقيبة ادواتك مش بس المال اللي انت حصلت عليه لان المال ممكن يروح وبالتالي دي دراسة عملوها في امريكا على الناس اللي بتكسب الفلوس بتاعتها باللوتري في اليناصيب لقوني 90% من الناس اللي بتكسب فلوسها في اليناصيب بترجع تاني للحالة اللي كانت عليها بعد خمس سنين ليه؟ لانه ما عندوش الخضرة على انه يكسب هو عارف ازاي بس يصرف فلما كسب في المرة الاولانية خسر الفلوس كلها مرة تانية ومعرفش لا يحافظ على الفلوس بتاعته ولا حتى يكسب زيها عشان كده بداية الفكر بتاعنا كله انك تغير العقلية بتاعتك عقلية النجاح اول حاجة هنتعلمها مع بعض عشان عقلية النجاح ان اي شخص فينا لا يمكن ان يصبح اي شيء ينتقده او يحتقره او يصخر منه بمعنى ايه؟ ممكن حد يبقى ماشي في الشارع ويشوف شاب صغير في السن راكب عربية جميلة جدا غليه جدا بملايين الجنيهات ممكن يجي في زينه حاجة من الاتنين يقول زي ما حالك قلت كده مامتو جايبهالو او يقول حاجة تانية انه لا الرجل ده باشا الله تبارك الله يستاهل I am next لما الانسان بينتقد شخص او بيحتقر حاجة معينة او طريقة معينة سواء في لبس او في عربية او في مسكن او في وظيفة اكنك بتقول لنفسك والعقلك انت مش ممكن في يوم الايام تصبح هذا الشخص او تصبح هذا الرجل او تنجح هذا النجاح وكأنك منعت نفسك وحرمت نفسك من الوصول الى النجاح لان الانسان عمرك ما هيكون تخيل عمرك ما هتكون ابن الحاجة بتحتقرها او بتنتقدها او بتسخر منها فاول حاجة لازم يكون عندك نوع من التقدير للعطاء ده اللي موجود عند الناس لان بداية من نفسك ومن قلبك بتبدأ تكلم عقلك وعقلك بيديه permission بيديك اذن بيديك تصريح انك تنجح وبالتالي عشان تنجح في حياتك وعشان تنجح ويبقى عندك عقلية الناجحين لازم تمنع الاول كل الحواجز العقلية اللي تمنعك من النجاح وتفتح الافاق لمخك وتبدأ توجه مخك ازاي يكون عنده توجه ذهني ايجابي وتتمتع فيها بعقلية الناجحين وده بيبدأ زي ما قلت حراتكم من الفكرة فكرة تكون فكرة ايجابية بتكبرها هتجيب اخواتها وتزيد معاك ونشوف لما تحصل قدامنا ان اشخاص بتنجح اشخاص بتكون عدد في مواقف اصعب من اللي احنا بنعد فيها وتحديات اصعب من اللي احنا موجودين فيها وظروف حواليها ازاي الشخص ممكن ينجح ويفلس ويقع ويقوم ويفلس ويقع ويقوم وتعدي فيك ظروف كل حاجة وتحدي انت بتمر فيه او بتعدي فيه بيبني جزء من شخصيتك وبيديك اجابة لسؤال من الاسئلة اللي انت ممكن تحتاجها في وقت من الاوقات فتكوينك الشخصي والتجارب اللي انت مريت بيها والادوات اللي انت حصلت عليها كلها لها قيمة وحتى التجارب التعجزية اللي احنا كان فيها ألم كان فيها مرارة كان فيها ظروف صعبة وتحديات ممكن تكون في وقت من الاوقات افيد حاجة ليك النهاردة النهاردة الشخص ده كولرين ساندرس ده لما رفعوا منه التنظيم وغير الطريق اللي ماشي قدام المطعم بتاعه ممكن في الوقت ده ده يكون أسوأ حاجة حصلت له في حياته في الوقت ده هو بيفكر ازاي ده الطريق السريع الهايوي اللي سبب في أكل عيشي وسبب في كثرة الزباين وسبب في التراء اللي أنا موجود فيه ده اللي خلى سعر المطعم بتاعه يوصل ل150 ألف دولار ازاي السبب الرئيسي ده اتغير وحصل ان المطعم خسر وما بقاش فيه زباين الحاجة الصعبة الوحشة السيئة دي لو ما كانتش حصلت ما كانش بقى عنده الدافع القوي اللي يقدر يخرج منه ويعمل حاجة جديدة ويكون عنده يقين هفكركم تاني 1090 محاولة 1090 محاولة لو حبينا نسأل نفسنا هو أكيد عمل حاجات كويسة انه كان عنده صبر ومثابرة ولكن 1090 محاولة دول أكيد كل محاولة فيهم ضفت له شيء أكيد كل محاولة فيهم علمته حاجة أكيد كل محاولة فيهم وديته أدام جديدة من أدوات الإقناع والتأثير خليته بعد كده نجح انه هو يبيع لـ 2500 و600 شخص بعد كده مطعم يستفيد من الوصفة السرية بتاعته وبالتالي اللي احنا محتاجين نفكر فيه ومحتاجين نعرفه ومحتاجين نركز عليه ان بداية النجاح مهما كان سنك مهما كان وقتك مهما كان وظيفتك مهما كان شغلك مهما كان وضعك مهما كان إمكانياتك المادية مهما كان الظروف اللي انت بتمر بيها من تحديات وصعوبات ومعوقات دايما فيه طريق دايما فيه سكة ودايما فيه ناس عدت بالمرحلة دي وعدت بمرحلة مشابهة لك وممكن تكون كمان ألفت كتب جديدة وقدمت حلول لك عشان تقدر انت تستعين بالناس دي توفر عليك الوقت والمجهود والفلوس عشان تبتدي من حيث انتهى الآخرين ما تضطرش تخترع العجلة من الأول وجديد وبالتالي يجي عليك انت كمان الوقت اللي يكون عندك فيه المعرفة والمهارة والقصة النجاح بتاعتك الشخصية اللي بتحكيها للناس وبتعرفها لهم وبتاخد بأيديهم وبتقودهم لعالم أفضل وحياة أفضل يكونوا فيها سعاداء ومبسوطين وتكون انت السبب في الكلام ده عشان كل ما كانت نسبة العطاء بتاعتك زيادة كل ما كان عندك حافظ أكتر للتعلم واستقصاء المعلومة واكتساب المهارة لأن دي الحاجة الوحيدة لكل ما بتدي منها ما بتخلص تساعد الناس فيه فرح وفيه سعادة وفيه رضا عن النفس وفيه إجباع للروح الداخلية ويخليك كمان تبقى عندك شغف ونهم لتعلم المعلومات الجديدة وتعلم المهارات الجديدة وإن شاء الله بإذن الله حلقة بحلقة خطوة بخطوة قصة بقصة يكون معنا دايما في البرنامج بتاعنا مهارات جديدة زي ما بدأنا معاكم النهاردة عقلية النجاح المطلوب إن احنا نفهم نستوعب نطبق يكون عندنا ثقف نفسنا عالية ثقف نفسنا إن احنا نقدر ومدام فيه شخص من الأشخاص على كوكب الأرض قدر يعمل حاجة يبقى أكيد أنا أقدر أعملها الشيء المستحيل هو الشيء اللي يمكن يستحيل على كافة البشر فبقدرش أقول أدي كلمة مستحيل على حاجة حد تاني قدر يعملها if he can do it you can do it أسيبكم إن شاء الله فاصل وارجع لكم بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة